من حيث المبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة بحسب عدد من النواب مرهون بنهج جديد قائم على محاربة الفساد والإصلاح هذه المواقف تأتي متناغمة مع ما كشف عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن الخطوط العريضة لخطة العمل الحكومي التي تتضمن طريقين متوازيين للعمل في المرحلة المقبلة هما تفعيل الجهات الرقابية وإعادة هيكلة الدولة كلنا دعونا إلى تغيير طريقة النهج طريقة إدارة الحكومة يجب أن تكون مختلفة يجب أن تكون تتواكب مع المجريات الموجودة والسرعة المطلوبة لحالة كثير من الملفات وبالتالي الشيء الأساسي هو نهج جديد قائم على كلمات سمو الأمير بأن لا هناك حماية لفاسد يجب مخاربة الفساد الموجود يجب التحرك بسرعة أكبر على مستوى جميع الوزارات بتغيير آليتها وبتغيير منهجيتها المتطلبات الشعبية من مكافحة الفساد إلى تحسين وضع المعيش للمواطنين أهم القضايا التي شدد عليها النواب هذا التعاون الآن المشروط مع الحكومة أن يكون هذا النهج الجديد التغيير للنهج القديم الخاص في مكافحة الفساد وكذلك تغيير النهج القديم الخاص بالتعامل مع قضايا المواطنين اليوم المواطنين يعني الكل يطالف أن يكون إلغاء الفوائد الموجودة على المتقاعدين الخاص بالتأمينات أن يكون توفير فرص وظائف حقيقية لهم أن يكون هناك تعاون أكثر لملفات الخاصة في المواطنين منح الحكومة الجديدة الفرصة الكافية للعمل مع المجلس سويا لمواجهة التحديات كافة وتحقيق تطلعات المواطنين يبدو هذا ما تطمح إليه الحكومة بعد تشكيلها الوزاري المرتقب لترفزون المجلس طارق السهو